بسم الله حتى الصف الثالث الثانوي الحمد لله دي خامس سنة لنا على التوالي في التدريس online مدرسين خبراتهم لا تقل عن 15 سنة للمرحلة الثانوية ولا تقل عن 10 سنوات للمرحلة الاعدادية نقوم بتدريس جميع المواد المقرر على الطلاب في جميع المراحل واضفنا العام الماضي الفرنش والبرمجة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وإن شاء الله هذا العام هنضيف UC Math واللغة الألمانية بالإضافة للجزء الديني سيتم تدريس مادة القيم الدينية كالعبودية والحق والأمانة والعدل والحرية بقى الويب سايت الخاص بينا تقدر عن طريقه تعرف الأسعار الخاصة بينا وتشوف المدرسين والكوادر والخبرات الخاصة بكل معلم بمنصة الميس أكاديمي الخاصة بينا عليها الواجبات اليومية عليها الاختبارات الأسبوعية على ما تم دراسته في نهاية كل أسبوع وأيضا في نهاية كل شهر في اختبار ورقي واختبار آخر إلكتروني الاختبار الورقي زي اختبار أبناءنا طلاب الحضور في مصر الاختبار الإلكتروني بيكون زي اختبار أبناءنا في الخارج طلاب السفارة عشان الطلاب يتعودوا على نظام الامتحان بالطريقتين طبعاً النظام عندنا بيكون نظام مدرسي بجدول زي الجدول الواضح قدام حضراتكم لجميع المراحل شغلين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة أو الثانية صهراً ومنسي نشتبعاً طلاب المصار المصري برضو عندنا نظام مدرسي بجدول فترة مسائية لجميع المراحل وجميع المواد من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءاً وحارسين دايماً أن جميع الحصص تتسجل عشان لو طالب تغيب أو حصل أي ظرف يقدر يرجع ليها في أي وقت عن طريق صفحة MS Academy على الفيسبوك تقدر تشوف ريبيوز الخاصة بالطلاب وأولياء أمورهم فيما يخص MS Academy جمعاً تقدر تشوف الفيديوز الخاصة بأنشطة الأكاديمي طوال العام الدراسي نسعرنا لا تقارن بالخدمة اللي بنقدمها والجودة اللي هتلاقيها وتشوفها بنفسك لما تشترك معنا أفضل استثمار في تعريم أولادك إن شاء الله هتلاقيه في MS Academy شكراً لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي كان مقدمة بسيطة فيما يخص تعريف ب MS Academy الناس اللي كانت معنا من السنة اللي فاتت طبعاً ولكم والناس الجديدة برضو ولكم بيكم مرحباً أنا مستر محمد يوسف معالم اللغة الإنجليزية تعالوا نبدأ حاجة بسيطة كده فيما يخص تأثير منهج بتاعنا إن شاء الله وهناخد أكيد بعض الأسئلة وياريت تركز في كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتقال هيكون عليها أسئلة في الكوز إن شاء الله لبعد السيشن على طول هيكون في كوز اختبار بسيط كده حاجة بسيطة كده شوفك فهمت إيه في اللي احنا قلناه طبعاً بعد ما تحل الكوز هتاخد سكرين شات كده من الدرجة بتاعتك وتبعتها لي على الخص ده إن شاء الله في الآخر هقولك النظام هيكون ماشي إزاي هنقفل بقى الصوت دلوقتي والناس اللي عندها سؤال بتكتب سؤالها في الشات اكتب سؤالك في الشات وهرد عليك على طول إن شاء الله طيب أول حاجة لازم تعرفها what are the contents of my curriculum إيه هي محتويات المنهج بتاعي يا شباب المنهج بتاعنا زي ما حصل في grade 8 وgrade 7 ما فيش تغيير في العدد you have 6 units عندك 6 وحدات in the first term each unit has 3 parts كل واحدة بيكون فيها 3 أجزاء الجزء الأول بيكون lessons 1 and 2 درس الأول والثاني والجزء الثاني بيكون lessons 3 and 4 درس 3 والرابع والجزء الثالث بيكون lessons 5 and 6 فهم يقسم لك كل درسين مع بعض في حتة يبقى الدرس الأول والثاني ده الجزء الأول في واحدة الأول مثلا والدرس 3 والرابع بيكون الجزء الثاني درس الرابع والخامس ده بيكون جزء الثالث يبقى كل واحدة بيكون فيها كم جزء ثلاث أجزاء وطبعا زي ما انت عارف كل واحدة بممكن تلاقي فيها جراما واحد ممكن تلاقي فيها موضوعين في الجراما على حسب الوحدة نفسها طيب تعالى لما نشوف أول حاجة عندنا في الجراما كتأسيس فيهم يعني أول حاجة عندك هي حروف الجر تحديدا حرف الجر ان وان وات ان وان وات اللي هم أهم ثلاث حروف الجر عندك في الانجليش عموما هنبدأ بحرف الجر ان حرف الجر ان بنستخدمه مع كلمات زي ايه زي كلمة village قرية زي كلمة town مدينة أصغر شوية من city لأن city مدينة أكبر من town بس سيري اتنين بياخدوا اين عادي فتقول اينا village في قرية انا town في مدينة انا سيري مدينة أكبر او تجيب لي اسم المدينة دي او كاسا اين كايرو القاهرات تجيب لي اسم دولة او اسم قارة فتقول لي في الدولة ايجبت قارة زي افريكا احنا هنلاقي يئما كلمة تدل على مدينة او قارة يئما كلمة continent او كلمة study او كلمة country الموجودة في الجمش ماشي يعني معنى كده مكان كبير افهم من الكلام كده مكان كبير طيب او الاربع اتجاهات الاربع اتجاهات in the north في الشمال in the south في الجنوب in the east في الشر in the west في الغرب الاربع اتجاهات حرف الجر بتاعهم بيكون برضو هو in طيب تمام يبقى مكان كبير والاربع اتجاهات ايه تاني حرف الجر in ممكن يستخدم مع وسائل المواصلات بس يخد بالك من حاجة مع المينز مع وسائل المواصلات احنا بنستخدمهم بشر يكون الوسيلة قبلها فاصل الوسيلة قبلها فاصل يعني ايه هاخد مثلا الكا والتاكسي العربية والتاكسي لو في عندك او that او this او my اي فاصل قبلهم استخدم مع وسيلة لا يمكن التحرك بداخلها اثناء تحرك وسيلة لا يمكن التحرك بداخلها اثناء تحرك هاي يعني ايه لما اجاولك العربية والتاكسي بتلاحظ ان الشخص انت راكب تاكسي مثلا الشخص ده اللي هو السائق او درايفر لو هو سائق بك التاكسي مش هتقدر تقوم وتتحرك جوه التاكسي هو مش مش حاجة اسما كده لكن مع البس بنقدر نعمل كده مع الترين بنقدر نعمل كده ودول بيكون حرف الجر بتاعهم on على فكرة شو بيكون in عشان نقدر نتحرك جوهما فبناخد on لكن مع الوسائل اللي من نوع ده بنستخدم حرف الجر ايه يا شباب in فاقول in a car in a taxi in a helicopter in a canoil الكنويل هو المركب الصغير مركب او قارب او زورق صغير in a with she اللي هو الكرسي المتحرك الوسائل دي بما انها وسائل لا يمكن التحرك بداخلها بداخل تقوم وتمشي جواها حرف الجر بيكون ايه بيكون in فهيجي واحد يسألني سؤال مهم هيقول لي طيب انا على فكرة مع الوسائل بستخدم buy انا بقول buy call buy taxi buy helicopter انا بقول buy اصلا كلامك صحيح بس بيكون مفيش فاصل بيكون buy والوسيلة على طول buy taxi بقول buy train buy bus buy الوسيلة مباشرة لو الصوت في تقطيع اكتب لي في الشات لان انا الزوم جايب لي ان فيه او الاتصال غير منضبد اه لو الصوت تمام اكتب تمام مش تمام اقول بيقطع اكتب في الشات الصوت تمام لو مش تمام هنغير او انه غير تمام يبقى تمام ماشي الصوت بيقطع جامد وبعد كده تمام تمام طب هو واضح ان هو حصل تقطيع وبعد كده ظبط لو حصل تقطيع تاني اه قوله لو حصل تقطيع تاني قوله ماشي وانا بتكادلات لو حصل دلوقتي حالا نقول اه اي جوتو ويك buy taxi فانا اقولك buy taxi buy الوسيلة طيب فرضنا احنا كي فاصل في الجملة في عندك a في عندك an في عندك the نقدر نقول buy a taxi كلامه غلط buy a taxi كلامه غلط انا لسه عندي بيقطع لسه عندك بيقطع طيب لحظة يا شاب هنغير بس الشابت عشان مش نعمل مشاكل كل شوية في الصوت لان اهم حاجة في الحصة هو الصوت نعم احنا مفروض ان انا كده غيرت الشبكة فلو حد كان عنده اي حدك عنده صوت بيقطع ودلوقتي زبط يقول لي طيب زي ما قلنا بنستخدم ايه بنستخدم اه ان مع الوسيلة بس بشرط الوسيلة يكون بينها وبين حرف الجر فاصل الفاصل ده زي ايه زي اه ده ماي على حسب الصوت الصوت كده تمام الصوت تمام الصوت بقى اسوأ الصوت كده بقى اسوأ لا الصوت لو بقى اسوأ بقى اكيد في حاجة من عندك انت اه لان زمالك كلهم بيقولوا كده الصوت تمام انا غيرت احتياطي يعني عشان لو كان في حاجة فكده الصوت كده هي بقى عندك انت طيب زي ما قلنا بنستخدم ايه بنستخدم ان ويكون في فاصل طيب حزفت الفاصل ارجع لباي ببساطة زي ما قلتلك تقول باي تاكسي تقول اينا تاكسي تقول باي بس تقول انا بس تقول اه صحيح انت قلت باي مع التاكسي وباي مع بس يعني باي مع الكل بس بشارت مفيش فاصل باي الوسيلة على طول باي كا باي تاكسي باي ترين باي بلين باي الوسيلة ان وان بقى هما اللي فيهم المشاكل ان امتى وان امتى ان لو كان الوسيلة لا يمكن تفرق بداخلها وفي عندك قبل الوسيلة حاجة زي ا او دا او دس او ماي يعني في عندك صفة ملكية ضمير ملكية اسم اشارة اده التعريف اده التنكير الحاجات دي كلها يبقى يا اما اني اما ان تبقى فرق بين ان وان ازاي N وسيلة خاصة صغيرة ما نقدرش نتحرك ويا ماشي تبقى ON وسيلة كبيرة أقدر أتحرك جواها زي الأوتوبيس أو الأوناباس زي الطيارة أو خد بالك الهيليكوبتر بتكون معاها N أو الـ N-A هيليكوبتر لكن تجي على الـ plane الطيارة الكبيرة تقول ON-A plane إبقى N-A هيليكوبتر صغيرة الهيليكوبتر الـ 2-3 بالكتير شو قدروا يقوموا تحركوا جواها لكن الـ plane كبيرة نقدر أستغمعها كيمة ON أخد بالك من الفرق بينها طيب كلام جميل كمان كلمة IN استخدم مع الثلاث فترات المشهورين IN THE MORNING في الصباح IN THE AFTERNOON بعد الظهر IN THE EVENING في المساء يبقى أنا عندي ثلاث فترات مشهورة حرف الجر بتاعهم بيكون برضو IN التلاتة الصبح بعد الظهر وفي المساء فبنستخدم حرف الجر IN كمان بنستخدم IN مع حاجة اسمها المدة وفي الحالة دي أقصد في خلال هذه المدة راح يقولك يجي يقولك مثلا أنا سافر خلال يومين فيقولك I will travel in two days IN TWO DAYS في خلال يومين خلال هات أسابيع IN THREE WEEKS على حسب بقى الشهر نفسه تيجي مع فصول السنة IN SEMER الصيف IN SPRING الربيع IN WINTER الشتاء IN FALL أو أوت الخريف يبقى الفصول الأربعة للسنة حرف الجر بتاعهم بيكون هو IN السنة نفسها حرف الجر بيكون فيها IN عاو سقول فيه عام كذا فتقول IN سنة كذا عندك القرن IN THE TWENTED CENTURY مثلا في القرن العشرين حرف الجر بيكون IN برضو خذبك من حاجة احنا قلنا شهر عصل مفصول السنة السنة نفسها القرن نفسه يعني الشهر وانت طالع حرف الجر بيكون IN حرف الجر بيكون IN أو لو بتكلم عن العصر عاوزو مثلا عصر الحجري العصر الجليدي العصر البطالمة أي عصر استخدم مع حرف الجر IN فقول IN DICE H مثلا يعني في العصر الجليدي يعني بتستخدم IN مع العصور برضو كمان بنستخدم IN مع كلمة اسمها THE MIDDLE THE MIDDLE يعني ايه يعني المنتصف فانا عاوز اقول في منتصف كذا فاقول IN THE MIDDLE في كذا في منتصف هذا الشيء اقول IN THE END في النهاية IN THE END في النهاية أوكي يبقى IN THE MIDDLE في المنتصف IN THE END في النهاية IN THIS WAY بهذه الطريقة أو IN THE WAY بمعنى عقبة في الطريق يبقى خد بالك IN تيجي مع كلمة لو انت ماش في الشارع وقدمك شجرة وعاوز اقول ان الشجرة او انا ماشي كان في شجرة في طريقي فاتقول THERE WAS A TREE IN THE WAY بتقول IN THE WAY دي حاجة اعترض لطريقك لما يكون في عقبة في الطريق حاجة واقفة في طريقك وانت مش عارف تعدي منها حرف الجر بيكون IN في الحالة دي أو يجيب لك سنة ويكون السنة دي فيها S تقول لي ايه ده ايه السنة يعني دي سنة واحدة وده سنوات كتير دي نقصد بها فترة التسعينات من 1990 لغاية 1999 العشر سنين دي اسمها دي كيد اسمها عقد فلما يجيب لك في فترة التسعينات IN THE NINTIES ننطقها كده IN THE NINTIES في فترة التسعينات بالحالة دي حرف الجر بيكون ايه بيكون IN كمان عندنا حاجة اسمها IN TIME في الوقت المناسب وعندنا حاجة عشان في حاجات من دي هتتكرر وهقول لك فاكر هتتكرر كلمة IN THE WAY هتجيلك مرة مع ON هقول لك فاكر الفر بينهم بيكون ايه كمان هيكون في عندنا حاجة اسمها ON TIME وهقول لك الفر بينهم ايه هنا عندنا IN THE WAY لو كانت عقبة وبنستخدم IN TIME لو كان في الوقت المناسب لإنقاذ شخص مثلا IN THE PAST في الماضي IN THE FUTURE في المستقبل وهكذا طيب انا كده عرفت ايه عرفت اول حرف الجر IN خلصت الكلام فيه مع مكان كبير مع شهر مع فصل مع السنة مع قرن مع عقد الحاجات دي كلها حرف الجر فيها بيكون IN تعال بقى نشوف كلمة ON كلمة ON مستخدم اكيد مع الايام كلكم عارفين IN ON مع الايام جاب لي بقى فرويدي ساتردي سندي اي يوم من ايام الاسبوع او جاب لي تاريخ اليوم يعني قالك مثلا يوم جون 1992 يوم 15 يونيو 19 وكذا خلاص ده ازا الحتة الاخيرة تاني كله هيتعاد تاني تتقصد انا حتة بس اكتبك انا حتة بالزبط وانا هرجع لك لها تاني يبقى ON في يوم كذا او تاريخ اليوم خد بالك من التاريخ نفسه التاريخ ممكن يكتب بطريقة بريتش ممكن يكتب بطريقة امريكا في الطريقة البريتش احنا بنكتب يوم بعدين شهر وبعدين سنة زي الطريقة العربية بتاعتنا العادية يوم 15 بعدين يونيو 18 وكذا دي الطريقة العادية يوم شهر سنة حرف الجاري يكون ON طب لو جاب لي شهر وبعد كده يوم بعد كده سنة ON برضو بس دي الطريقة الامريكية بيحبوا يبدأوا بالشهر الاول بعد كده اليوم وبعد كده السنة وفالحالي بناخد بين اليوم وبين السنة كما بينهم كده نفصلها يعني ايه الحالتين حرف الجاري بيكون ON لانه يوم ولو اجاب لك اليوم جنبه فترة يعني اجاب لك فرايدي لوحدها حرف الجاري بيكون ON ON FRAIDAY تبقى لك فرايدي مورنينج في صباح يوم الجمعة ON برضو لكن IN THE MORNING حد تفاكر اللي فاتكت ايه IN THE MORNING لو اللي مورنينج لوحدها حرف الجاري يكون IN لكن قالك الفتر اليوم جنبه فترة حرف الجاري بيكون ON يبقى يوم لوحده ON تاريخ اليوم ON يوم زائد فترة ON ولده بيكون ON لسه ما تغيرش او يجب لك مناسبة اسمها CHRISTMAS DAY في يوم الكريسمس ما هي DAY ما هي يوم حرف الجاري يكون ON برضو birthday عد الميلاد ما هو day ما هو يوم ON برضو holiday ما هو يوم ON برضو فتلاحز القاسم المشترك اللي بينهم ان هما يوم حرف الجاري بيكون ايه بيكون ON طيب مع الوسائل افتكر معايا انا قلتلك في اللي فاتت مع IN الوسيلة لا يمكن التحرك بداخلها مع IN لكن مع ON الوسيلة هيمكن التحرك بداخلها يعني انا بتكلم مثلا عن بس الوتوبيس هاللي معاني ترين القطر هاللي معاني الشب السفينة الكبيرة هاللي عن الطيرار الكبيرة حرف الجاري هيكون ON في الحالة دي بس بشارت ما ينفعش نتنازل عنه هو الشارت يكون في فاصل يكون في A يكون في ذا يكون في يكون في أي واحدة من دول يبقى يما ON يما IN طب ما فيش فاصل باي كله يبقى باي باي باس باي ترين باي تاكسي باي بلين باي شب كلهم يبقى باي لكن لما يكون قبلهم أداة أقول لك بص يا كده يا إما IN يا إما ON يا إما IN يا إما ON واحدة في الاتنين بس إمت أخطر IN وان IN لو الواسطة مش نقدر نتحرك جواها زي الكا زي التاكسي زي الهليكوبت أشهر ثلاثة طب نقدر نتحرك جواها وهي ماشية زي الأوتوبيس نقدر نقوم نمشي جواه وهي ماشي عادي حرف الجاري يكون ON القطر نقدر نتحرك جواه ماشي ON الشاب السفينة السفينة الكبيرة نقدر نتحرك جواه ماشي الطيارة الكبيرة نقدر لكن مع الهليكوبت مش هينفع حرف الجاري هيكون IN أقول IN A هليكوبت هنا أقول ON A ضيين هاتبالك من الفر كلهم باي لكن IN لو مش هقدر نتحرك جواها وان لو هنقدر نتحرك جواها فهنا عندنا حاجة اسمها ON THE COUNER أو كذا ON THE COUNER يعني على النصية على نصية الشارع عند أول الشارع كده يعني أو على رقن في أركان الشارع بنسميه بنسميه THE COUNER أو كذا يبقى ON THE COUNER أو كذا على نصية كذا حرف جاري يكون ON كمان ما كاملين سمع ON وسائل الترفيه بقى ON TV ON THE RADIO ON THE PHONE ON THE COMPUTER ON THE INTERNET العيلة دي كلها وسائل الترفيه تلفزيون راديو تلفون كوميتر نت العيلة دي كلها حرف الجاري بيكون فيها ON أو حاجة مهمة اسمها ON FUT سيرا على الأقدام ON FUT سيرا على الأقدام ماشي يعني ON FUT أو على ظهر الشيء ON A BIKE ON A HOUSE على الدراجة على ظهر الخيل حاجات دي كلها أو عاوز تقول على اليسار وعلى اليمين هتقول ON THE LEFT على اليسار هتقول ON THE RIGHT على اليمين يبقى الشمال أو لمن حرف الجاري بيكون ON كمان بيسم كاملين مع ON ممكن ON PAGE كذا في صفحة كذا ON HALLOWEEN في مناسبة الهالوين ON THE ANNIVERSARY OF كذا في الذكرى السنوية لكذا ON THE SECOND FLOW في الدور الثاني التالت الرابعة أي دور بقى حرف الجاري يكون ON ON TIME لحظة بقى هنا عشان هنا هيكون لنا وقفة مهمة لو انت ذكرتها قوية هتلاحظ ان انا قلتلك في حاجة اسمها IN TIME ودلوقتي انت بتقولي ان في حاجة اسمها ON TIME ايه ده يعني TIME تنفع مع الاتنين هقول لك بالفرق بينهم بص كده في المثالين دول لما قول لك THERE WAS AN ACCIDENT كان في حدثة AND THE AMPLANCE ARRIVED IN TIME وفي سيارة الاسعاف وصلت في الوقت المناسب خلت تبقى لك انا ليه هنا قلت TIME ليه هنا قلت IN TIME لان كان في حدثة لقدر الله يكون فيها إصابات يكون فيها قتلة لكن سيارة الاسعاف وصلت في الوقت المناسب عشان تنقذ الناس في خطورة في الموضوع يبقى مع IN TIME بيكون في خطورة شوي طب مع ON TIME لا ده موعد محدد يحبون تفقين عليه يعني اقول لك مثلا علي told me that he would meet me at 7 PM علي قال لي ان هو هي بين الساعة 7 وفعلا وصل في المعاد يبقى قولك علي told me that he would meet me at 7 PM and he arrived on time وصل في الموعد المحدد يبقى لو احنا مدين معاد لحد ووصل في المعاد بنقول ON TIME طب لو في خطورة لا بنقول IN TIME يعني لو في خطورة يحاول ينتحر مثلا وانت عاو تقول لك انا عنقذته في الوقت المناسب فتقول I saved him in time in time طب لو هاوس تقول انا كنت مدى علي معاد يا بني في النادي الساعة 8 ووصل في المعاد فتقول he arrived on time حتى لو خطت بلك من قناة الكورة اللي اسمها ON TIME هو يجب لك المباريات في المعاد المحدد متش الساعة 7 يبقى يبدأ الساعة 7 يبقى خلاص سمها ON TIME SPORTS لو فاكر القناة اسمها ON TIME SPORTS ليه ON TIME؟ لان هي في المعاد متش يبدأ الساعة 7 في المعاد لكن مع IN TIME في سطورة حد هينقذ حد حد هايمنع حد من شيء بنقول عليها ايه IN TIME في الحالة دي طيب يكملين لبعض IN THE EVENING فترة الأمسية من المغرب كده وانت طلع لغاية حوالي الساعة 10 لكن دخلنا من 10 وانت طلع لا بقى AT NIGHT حرف الجر بيختلف والفترة بتختلف حرف الجر بيختلف والفترة بتختلف همقول IN THE EVENING كمان شو هيقولك AT NIGHT AT NIGHT دي الفكر السؤال التاني بيقول يوم جمعة محدد ON لكن يوم جمعة أي يوم جمعة الزبط يا لوجاين لتنين حرف الجر بيكون ON ON FRIDAY متحدد ON FRIDAY هي اللي مش متحدد العكس يا لوجاين ON A FRIDAY في يوم جمعة ON A FRIDAY في يوم جمعة مش متحدد لكن ON FRIDAY هو المتحدد هو يقولك أنا هقابلك يوم جمعة I'll meet you ON FRIDAY كده نحدد لكن جيت أقولك I'll meet you ON A FRIDAY كده في يوم جمعة أنا مش محدد السؤال اللي بعده بيقول هنا VAN أو Submarine بتكون IN ولا ON Submarine بيقدر تحرك جواه يبقى تاخد ON والVAN الشاحنة لو بيكلم عن ناس اللي بيعود وراء بتتدار تحرك جواه بتاخد ON برضو لكن بالنسبة الشخص اللي قدام هتبقى IN فيه وسائل تحتان فالتنا الحصد بتتكلم عن مين الشاحنة الكبيرة بتتكلم عن ناس اللي عادين وراء في الشاحنة يبقى ON طالب ما قدر اتحرك جواه لكن بتكلم عن ناس اللي سايقين قدام بتبقى IN بتكلم عن Submarine كله بتحرك جواه عادي تبقى ON طالب ما ينفع اتحرك تبقى ON كده عرفت الفرق خلاص جميل طيب اللي عاو سؤال يسأل زي ما زمان لكم بيسألك اكتب سؤالك في الشات اكتب سؤالك وهرد عليك عطول في الشات طيب نقول IN THE WAY كعقبة طيب ايه الفرق بين IN THE WAY و ON THE WAY IN THE WAY زي ما تقول لك حاجة تمنعك من العبور اقول لك بسا THERE WAS A TREE IN THE WAY SO I COULDN'T PASS كان في شجرة في الطريق فما ديتش عادي ماشي يبقى IN THE WAY لكن مع ON THE WAY تو بيكون معناها في الطريق الى عادي ما فيش عقبات فقول لك ON THE WAY TO CAIRO I MET AN OWN FRIEND في طريقي الى القاهرة او في الطريق الى القاهرة قابلت صديق من زمان او صديق قديم فبالتالي ON THE WAY ما فيش عقبات في الطريق الى كذا على طول لكن لما يكون في حاجة تنعك بانت تعدي الطريق ده قول IN في الحالة دي عارف الجر بيكون ايه بيكون هو IN ON THE WAY تمشي لحالة اه طبعا انت عاوز تقول ON THE WAY في الطريق بس كده في الطريق قابلت كذا مش عاوز تذكر المكان يعني لكن عاوز تذكر المكان قول TO قول ON THE WAY TO كذا في الطريق الى كذا بعد حال هقولك في اخر الحصة ان شاء الله هجينا موضوع الحالة والاسئلة لو ساعة 12 بي ام IN THE AFTERNOON ولا IN THE AFTERNOON لا هي بي ام دي بتكون الظهر فدي بنسميها IN THE AFTERNOON بيكون معناها بعد الظهر IN THE AFTERNOON لكن لو كان 12 ام بتكون اصلا IN THE MORNING الصبع ما فيش ايهنينك في الموقع مع اتناشر دي خالص اتناشر دي ياما تكون اتناشر صباحا في نص الليل تقولي IN THE MORNING وتقولي AM ياما تكون اتناشر الظهر ودي بتكون AFTERNOON تكون مساءا وتبقى AFTERNOON ما فيش EVENING معها خالص طيح لما زي انتفقنا بنقول ايه بنقول ON THE WAY TO كذا في الطريق الى كذا ما فيش عقبة IN لكن في عقبة تبقى IN كلام عظيم كده انا عرفت IN وعرفت ON على ما نشوف الاختة التالت AT مستخدمها ازاي اول حاجة مع AT يا شباب مع الساعات طيب وانت صغير لو فاكر كان بيغنونك اغنية ظريفة كده بسيطة كان يقولك ايه IN ON AT شهور ايام ساعات IN ON AT شهور ايام ساعات فانت تعودت دايما ان حرف الجر AT بييجي مع الساعات ساعة كذا ساعة سبعة سبعة ونص سبعة مش نختلف بقى اي ساعة حرف الجر بيكون AT بيقولك AT 7 o'clock مصرا او كلمة اسمها AT THE MOMENT في هذه اللحظة AT THE MOMENT AT PRESENT لكن مع THE PAST بيكون IN IN THE PAST وفي الفيوتشا بيكون IN THE FUTURE في المستقبل يبقى IN THE PAST و IN THE FUTURE لكن في ال PRESENT اسمها AT PRESENT دي مختلفة عنه في المدورة AT THE WEEKEND في عطلة نهاية الأسبوع AT DAWN في الفجر AT NIGHT AT NIGHT يعني ليلا هزي قلتلك من عشرة وانت طالع كده اسمها AT NIGHT AT MID DAY في منتصف اليوم AT MID NIGHT في نص الليل AT MID NIGHT في منتصف الليل ساعة 12 صباحا AT LUNCH TIME AT الفترة بتاعة او الوجبة وبعدها كلمة TIME يعني عاوز قول عنده وقت الغداء AT LUNCH TIME عنده وقت العشاء AT DINNER TIME عنده وقت الافطار AT BREAKFAST TIME يبقى إذن لما يكون في عندك وجبة بعدها كلمة TIME حرف الجر بيكون AT عند هذه الفترة عند هذه الفترة كمان مكملين مععات ممكن نقول AT BREAK في الاستراحة أو في الفصحة AT THE TOP في القمة على الرغم على الرغم أن في الAMERICAN ممكن نقول ON THE TOP في الAMERICAN ممكن نقول ON بس ما نهجنا معظمها بريطانية ما نهجنا معظمها بريطاني فمنمشيها AT فقول AT THE TOP وفي كذا بس مش تتخض لما تلاقي حد يقولك ON THE TOP قل له هي صح في الAMERICAN في الAMERICAN ومش هيجي لك لاتنين عشان ما حد ما يجي عابله ويسأل له طب لو جات لي ON وات أعمل ايه مش هيجي لك لاتنين هيجي لك AT طيب والقاع نفس الكلام القمة والقاع لاتنين AT فقول AT THE TOP فقول AT THE BOTTOM القمة والقاع لاتنين AT AT WORK في العمل AT SCHOOL في المدرسة AT HOME في المنزل يبقى خد بالك الاماكن الصغيرة حرف الجارب يكون فيها AT الاماكن الكبيرة حرف الجارب يكون IN يعني ايه لما جاء لك المحطة The Station تفتكر The Station تاخد IN ولا تاخد AT هيجي واحد يقول لي المحطة أكيد مكان صغير فهنستخدم معاة AT يجي واحد صاحبه تاني يقول لي يا محطة دا كبيرة أكيد بناخد IN هقول له لا هي مكان صغير ليه احنا قلنا المكان الكبير يبدأ من القرية قلنا IN a village قرية village town city وانت طالع استخدم حرف الجارب IN طيب أقل من كده بتتكلم عن مدرسة عن مطار عن محط عن جمعة عن منزل كل دول AT كل دول في الانجليش مكان صغير كل دول مكان صغير فهول AT school AT the airport AT the station AT school AT home كل عادي بتوقع حرف الجارب فيها بيكون AT إنها بتعتبر مكان صغير لكن دخلت في قرية مدينة دولة قارة لأ حرف الجارب يكون IN لكن أقال من كده ما زلت مع AT ما زلنا مع AT تنفع on the bottom طبعا تنفع بس في الامريكان في الامريكان ينفع on the bottom وينفع on the top على القمة on the top وينفع أقول on the bottom على القاع أو في القاع بس الأفضل إن أنا أستخدم الاتنين معاهم AT وأستبقى وأبعد شوية عن موضوع ON لإنها بتكون شوية امريكان ومنها جنيوها لو كلها بتكون بريتن أو بريتش فبنمشي على AT فقول AT the top وAT the bottom على رغم أن on the bottom أصلا تبقى غريبة شوية يعني خدتها كفهم on the bottom bottom يعني قاع فأنت هتقولي on the bottom تبقى غريبة شوية فهي مش هتقبلك كتير موضوع on the bottom ده هي هتلاقيها دايما at the bottom at the bottom لكن top بقى هي اللي في احتمالين on the top على القمة وat the top اللي ثمين بيكونوا صح لكن مش هتقبلك on the bottom دي خالص طيب كمان الصوت بيقطع لا مش بي I think لو بيقطع كان حد من زمالك كتب بيقطع طيب اللي عنده الصوت يزبط صوت عنده يا شباب at Christmas at Christmas في بطرة el Christmas واحد يقولي لحظة أنا فاكر حاجة انت قتلي on Christmas day أيوة اللي افتكر دي عبقري وذكرته حديد دي ما شاء الله اللي افتكر انت قتلي on Christmas day دي اللي عنده انت جاي تقولي Christmas بس أيوة لما اقولك المناسبة بس استخدم add استخدم add بتحطي add طبعا بتحط add يا عمر طبعا مشيها add على طول بقى تخلص عرفته add على طول فهتقول ايه تقول add في في christmas هتقول add christmas طب في كلمة دي يبقى on christmas day ركز في دي لو قالك في عمر كزا في سن كزا يبقى add add the age of كزا add the age of كزا او add والرقم او السن على طول add the same time في نفس الوقت تقولي ماشي ماشي لسه في ايه اقولك لا حلو كده كده انت عرفت in وعرفت on وعرفت add بكل تفاصله in وأن واد بكل تفاصله بنزود بقى بنزود ايه عرف جارين تنستها يعني مثلا في حاجة اسمها next to بجوار اه لازم يكون معاهاته فعلا بجوار الشي في حاجة اسمها behind خلف في حاجة اسمها in front of امام في حاجة اسمها on the front في المقدمة في حاجة اسمها near بالقرب من في حاجة اسمها under تحت في حاجة اسمها between كذا and كذا لازم يذكر مكانين بين كذا وكذا في حاجة اسمها above يعني فوقه في حاجة اسمها go past يعني يذهب مارا بكذا يذهب وهو ماشي بيعدي على كذا دي اسمها go past في حاجة اسمها go along امشي بامتداد كذا يعني مثلا في صور مثلا عندك وعاوز اقولك امشي بامتداد الصور ده امشي بامتداد هذا الصور فالأمشي go along this wall أو this fence يبقى لو في مثلا مدرسة وانت عدت على المدرسة دي يبقى go past المدرسة دي طب لو في صور وانت مشيت بامتداده خدت الصور ده مشيته فيه على طول يبقى ازا go along this fence في حاجة بقى اسمها go straight on امشي للأمام والشاك على طول وامشي اسمها go straight on يعني امشي للأمام او اذهب للأمام ببساطة طيب مع المعلومة مهمة جدا بقى تخص الحتة دي الفرق بين in the front وon the front لا مفيش in the front هي في on the front وفي in front of ركز يا ميرال في الفرق ده ركعتيني حتة زملية كنت سؤال مهم بتقوله هو كده الفرق بين in front وبين in front مفيش in the front في on the front في المقدمة ودي مش بيذكر بعدها في مقدمة ايه يعني مثلا عندي مثلا جيش والجيش ده في خمسة في المقدمة على الجبهة فقول five soldiers are on the front يعني خمسة قدام بس كده حل طب انا هعوز اقول البيت بتاعي قدام كذا قدام البنك مثلا all my house is in front of the bank يبقى في in front of انا محتاج الحاجة اذكرها شانا قدر استهن كمية of عارف الجر يكون in طب مع on the front ما فيش حاجة هتذكر بذكر الحاجة ده في المقدمة بس كده في المقدمة وخلصنا من كده لكن من فوقها امام ايه محتاج اذكر المكان دي بس الفكر ان مع in front of محتاج المكان on the front بتكون on مش in ما فيش in the front اصلا ومش بذكر بعدها المكان بس ده الفرق بين طيب زي ما قلنا نروح بقى على معلومة مهمة جدا 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 في حاجة شباب اسمها in do وحاجة اسمها in do في حاجة اسمها out do وحاجة اسمها out do ركز بها في الاربعة اللي قدامك دور كلمة in do بيكون معناها داخلي صفة بمعنى داخلي مع الانشطة الداخلية in do بيكون ظرف بمعنى بالداخل مع الانشطة الداخلية برضو بس بتكون ظرف في اخر الجملة بانا كده في عندي حاجتين حاجة اسمها in do و in do حاجة اسمها out do و out do الفرق بينهم في الاستخدام school way hospital at 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 ايرون لان ده مكان صغير بتقول at school بتقول at hospital at school at hospital مكان صغير at school وat hospital فيه شوية تفاصيل تاني مش عاوزة لأخباتكم فيه بس هي عموما at school وat hospital طيب ايه بقى زملكو بيسأل في الشات بيقوله وايه الفرق وايه الانشطة الداخلية والانشطة الخارجية بص معايا لما بنيجي نتكلم عن شطرانك اجا تكلم عن سكواش اجا تكلم عن الفرق بين الانشطة دي وبين كرة القدم مثلا تيجي تقول لي كرة القدم تتلعب في استاد تتلعب في النادي تتلعب في الشارع مكان مفتوح النشاط اللي بيومارس على الاغلب في مكان مفتوح بنستخدم معاها حرف معايا او 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 شطرانك مكان مغلق جوه صالة جوه القهوة جوه المنزل يبقى ده اندو و اندوز سكواش تتلعب في سكواش تتلعب حاجة زجاجية كده جوه بها اربع عركان اندو و اندوز هاندبول كرة اليد صالة مغطاة اربع عركان كبيرة شوية بس صالة مغطاة برضو يبقى اندو و اندوز الباسكتبول كرة الباسكت او كرة السلة صالة مغطاة يبقى اندو و اندوز لكن اجا تتكلم عن كرة القدم لا تلعب في الشارع تلعب في النادي تلعب في الاستاد دي اماكن مش بتكون اربع اركان مش بتكون غرفة ولا بتكون اوضة ولا منزل ولا صالة مغطاة ده مكان كبير ده استاد ده كبير بير جدا في الحالة دي عارف بتستخدم الظرف او الصفة او الدو و او الدوز لو حاجة بس مكان مفتوح طب لو النشاط ده نشاط داخلي لعبة داخلية بتتمرس في مكان جوه البيت جوه نادي جوه صالة مغطاة يبقى اندو و اندوز ده اول فرق يا شباب حيجي بقى واحد يستطول تاني يقولي طب ماشا انا كيف همت ان اندو و اندوز حاجات داخلية واو الدوز حاجات بره زي الاستاد مثلا الفرق بقى بين اندو و اندوز اصلا الله ما يفصل ادخلتها على نفس اللينك يا شباب ايه الفرق بينهم اندو صفة لازم يجي بعدها اسم موصوف وقالك لعبة داخلية طب اندوز ظرف بيجي في اخر جملة اقولك we play chess اندوز نا انا عمشترانك بالداخل يبا اذا اندو صفة اندوز ظرف نفس المنطق انا عمشترانك بالداخل